حالات مرضية كثيرة لا قدرة لها ولا استطاع على شراء العلاجات اللازمة من صيدليات محافظة المهرة خصوصا المصابين بالأمراض المزمنة وذلك قراء قشع ملاك الصيدليات وسعيهم للمتاجرة بالأدوية دون أدنى إنسانية أو رحمة نعاني من غلاء الأسعار في العلاجات والأدوية ومن قرب الأكثر انتهاءا منها وفي معانا بعض الأشخاص والله يعانوا من كثر الألم ومن كثر الأمراض ولا يقدر أن يذهب إلى المستشفى ويتعالج ويطلب العلاج بسبب الانتهاء قرب الانتهاء حق العلاج وبسبب يعني غلال الأسعار أدوية مرتفعة جدا والأمراض يعانوا من غلائها بعض الأمراض ذوي الاحتياجات يعني العلاجات اللي هم طول مدى الحياة يعني أمراض السكر والضغط وبعض الأمراض اللي همزمنة يعانوا من الغلاء ويعانوا من هذه الإشكاليات وكمان الأمراض الذين يعني هم على قد حالتهم يعني حالتهم صعبة يعني أكثر هم لا يذهبوا إلى العيادات ولا إلى المستشفيات لغلاء الأدوية تفشي مستمر لهذه الظاهرة في محافظة تعاني من ضعف وترد في القطاع الصحي وهو ما دفع بمعظم المرضى إلى اللجوء إلى المرافق الخاصة لتلقي العلاج لكن عيادات تلك المرافق تحولت إلى مسالخ لا ترقب في المرضى إلاً ولا ذنبا كما يفود ويشتكي المرضى علاجات غالية وكل شيء ومستشفى الحكومة ووافع صيدلية مجانية لكن ما فيها كل العلاجات ما فيها إلا المغذي أما العلاجات الثانية كلها غالية واشتريها منبرع وكل صيدلية بسعر كل واحد سعر يحطه من رأسه ولا ندري هدواء زين أو هومنتين يبيعون لنا غالي يبيعون لنا غالي وكل شيء في البلاد هذا غالي أنا شهاد ارتفاع جنوني لأسعار المواد الصحية هذه والعلاقات فكيف الناس الذي مع معاهم مش دخل وأصحاب ذوي الدخل محدود وأصحاب الرواتب الذي ما كاش والأمراض متشرة جدا صار المكتب والصحة هذا ضايع عننا لا يسألوا ولا يشوفوا الرقابة ولا نحن نبلغ هذا الشيء الذي يهمهم الأمر المحافظات والجهات المعنية والمجالسة المحلية ومن الذي يهمهم هذا الأمر يجب أن يشوفوا إلى المستشفيات والصيدليات لكيف يشوفوا الأسعار وفي المقابل يرجع ويبرر مالكو الصيدليات الارتفاع في أسعار الأدوية إلى تقلبات أسعار الصرف وعدم استقرار صرف العملة الوطنية وهو ما يشكل لديهم هاجسا وقلقا مستمرا من تكبدهم خسائر متوقعة ومحتملة كما يقولون ترك أسعار الأدوية بيد ملاك الصيدليات وعدم إلزامهم بقائمة سعرية من قبل مكتب الصحة بالمحافظة وفقا للمتغيرات وسعى من دائرة القشع وضيق الخناق على المرضى المغلوبين على آلامهم ومعاناتهم فهل ستتحرك السلطات الصحية وتضع حلا لهذا القشع والتلاعب المتزايد أم سيظل المرضى بين مطرقة الصيدليات وسندان السلطات المختصة أحمد الحرازي لبرنامج أضواء سهائل محافظة المهرة ترجمة نانسي قنقر